أستاذة داليا هل بتتفقي مع دكتور سهام أن مسألة يعني بعتبرك وليت أمره وبتمثلي أولياء الأمور هل ده يعني ليه علاقة بالفراغ العاطفي ما بين الأهل وما بين أبنائهم ولا ليه علاقة بالماديات وأن بقى الأولاد في إيديهم إلكترونيات أكتر وعندهم فرصة أكتر أن هم ينخرطوا في الحالة هي الألعاب الإلكترونية دلوقتي بقت سهل أن الأطفال يلعبوا بيها أو المرهقين لأنها بقت خلاص في الموبايلات فبقت حاجة سهلة لاستخدام اللي التوعي بقى يا أولياء الأمور هي اللي بتعمل مشكلة لأن هم فاكرين أن الألعاب الإلكترونية زي زمان كانت تسقفية وطرفهية دلوقتي بقت السم في العسل هتلاقي اللعبة مفروض تبقى حاجة طرفهية لا بقت دلوقتي خطيرة وبتأجي للانتحار وبتأجي للموت كمان حتى بعض المسلسلات والدراما الكارتونية يعني بقت خطيرة قلة الوعي بتخلي أن أولياء الأمور يقولوا إيه طيب خلاص هم عاملين لنا داوشة طيب يروحوا يلعبوا بقى ما هم دي لعبة هتبقى فيها إيه لا اللعبة فيها كتير لأن دلوقتي تعتبر إحنا في حرب الجيل الرابع تدمير الشباب أو تدمير النشأ الصغير جاي من الحاجات الطرفهية اللي إحنا فاكرينها دي حاجة بسيطة يعني المحتوى اللعبة ممكن يبقى يدعو للعنف ممكن ينشر سلوكيات تدميرية لعقولهم ممكن إحنا كمان بيشجعهم على المخدرات بيشجعهم على الإباحية عادي جدا فوليه الأمر لازم يعرفه ابنه بيتفرج على إيه وبيلعب بإيه طبعا أنا أوجهه لو أنا لقيت المحتوى مش مناسب أنا كدوري أعمل إيه أوجهه للمحتوى التاني مناسب وأقعد معاه ألعب معاه لأن ترك الطفل لوحده ساعات طويلة وممكن أنا أعرضه أنه هو فيه دلوقتي حتى لعبة إلكترونية بيبقى شاد بني وبني اللي بيلعب في أي بلد تانية فأنت تلاقي نفسك كده ابنك بيكلم واحد غريب ده إحنا بنخاف منه نتكلم مثلا صديقه اللي في الكلاس وإحنا ما نعرفش أهله في المبقى قلقانين إيه ده ممكن يدرك مثلا من ناحية السلوكية لا ده بلد تانية ثقافات تانية فألاقي إن ابني قاعد بيعمل شاد معاهم بيلعب معاهم وأنا ما عرفش عنهم حاجة يبقى الحل أنا أشوف المحتوى ألعب معاهم وأعود عشان أتلافى أي حاجة ممكن تحصل له لأن دلوقتي أنا شايفة إن كمان ما فيش تشجيع لولي الأمر إن هو ابنه ينزل مركز شباب يمارس هوية ينزل النادي يمارس هوية أشده بقى من العالم الافتراضي اللي قاعد فيه الحلولة